اشتركوا في القناة امرأة متزوجة ومعظم النساء شافوها على فكرة وتسألت فيها اكتر من مرة زمان الرؤية دي وهي رؤية زوجي تزوجة من سلفتي ايه سلفتي دي بالنسبة للمصريات عارفين يعني ايه سلفة بالنسبة للجماعة اللي هم مثلا من الممكن ان هم يكون قاعدين في الدول الاوروبية او في دول الخليج ما عارفش يعني ايه سلفة اتنين اخوات متزوجين النساء دول لبعض زوجة الاخ والزوجة التانية بيبقوا لبعض اسمهم سلايف او سلفة او بمعنى اوضح ان المرأة ترى ان زوجها تزوجة من زوجة اخو زوجها كده وضحت الرؤية دي كتير من الناس بيشوفوها لكن في البداية خلي بالكم ان الرؤية دي تعتبر رؤية مش محمودة وبنسبة تسعين في المية بتكون حديث نفس ده بداية تانياني يعني لو ان احنا هنتعامل معها على انها مش حديث نفس طيب ايه معناها هذه الرؤية تدل على الهم والعياذ بالله واحيانا تدل على ان هذه المرأة كثيرة الشك الزوجة دي دايما يعني سبحان الله العظيم موضوع الشك عندها بنسبة عالية واحيانا تدل على الخوف الشديد هي بتخاف من حاجة او هي شخصية خوافة بطبيعة الحال فتشوف ان زوجها تزوج من سلفتها طيب رؤية الزوج تزوج امرأة ولكن مش سلفتها امرأة الزوجة تعرفها هذه الرؤية جميلة جدا لما تشوف ان زوجك تزوج من امرأة انت تعرفينها في الحقيقة هذه الرؤية تبشرك بالحمل وان كانت المرأة الحامل هي التي رأت هذه الرؤية هذه الرؤية لها علاقة بنوع الجنين الجنين سيكون انثى وقيل احيانا احيانا ودي نادرا ان هذه الرؤية تكون او يكون معناها حدوث بعض المشاكل في الحياة لكن سرعان ما ستزول ان شاء الله تبارك وتعالى الرؤية اللي بعد كده رؤية الرجل الرؤية اللي فاتت كلها كانت النساء اللي بتشوفها الرؤية دي رؤية الرجل انه تزوج من زوجة صديقه بعض الرجال من الممكن يتخيلوا ان الرؤية فيها خيانة والكلام لا 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 ما فيش الكلام ده خالص الرؤية دي لها معاني وكلها جميلة اما انها بصفة عامة خير قادم واما شراكة مع هذا الصديق ان الصديق اللي انت تزوجت زوجته فيه شراكة عمل هتحصل بينك وبينه وحيانا تدل على المال الكثير القادم اليك وحيانا تدل على المكاسب والارباح وكأن كل هذه المعاني تصب في المصلحة المادية فهذه الرؤية محمودة ان شاء الله ايضا رؤية الرجل انه تزوج من زوجة اخي الرجل رأى في المنام انه تزوج من زوجة اخو ما معنى هذه الرؤية اولا بداية بنسبة كبيرة بتكون الرؤية دي حديث نفس طبعا ايه اللي بيعرفنا انها حديث نفس سياق الحلم نفسه لكن لو هنتعامل معها زي ما عملت في الرؤية الاولى ان هي رؤية معناها مكاسب مادية او كثرة مسئوليات او تحمل مسئوليات او خير للعائلة كلها ان شاء الله تباركه تباركه تعالى الرؤية اللي بعد كده رؤية الزوج انه تزوج من امرأتين ادي رؤية تدل على الحياة السعيدة وتدل على تحقيق الاهداف وانها شخصية طموحة وانها شخصية تريد التغيير للأفضل وطبعا كل الكلام ده ان شاء الله سوف يتحقق لها رؤية الزوجة انها تبكي لان زوجها تزوج عليها رأته في المنام تزوج عليها وفتبكي بتعايت هذه الرؤية تدل على خير على خير قادم لكما ان شاء الله تباركه تعالى يبا الرؤية دي بتدل على ان في خير قادم ليك انت وزوجك ان شاء الله تباركه تعالى حتى ان بعض المفسرين قالوا ان هذا الخير ستكون ثروة كبيرة جدا بل ان بعض المفسرين قالوا ان هذه الرؤية اللي انت شفت زوجك تزوج عليك وانت واقفة تبكي معناها ان زوجك بيحبك جدا فهي رؤية جميلة للغاية تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة